مرحبا اليوم طلب طلبية جديدة مشيئن فحابة فرجيكم شو طلبت لانه صراحة كل الغراد اللي شبتها حلوة وطريقتها بالاستخدام جدا رائعة وبتخلي الحيز عندك يبين ضعيف سواء بالخزايم بالملابس لحنشوف سواء شو طلبت عشان نفتح الصندوق متل ما شايفين فتحت الاغراد مرة واحدة عشان ما دايقكم بفتح الصندوق اول شي احلى شي طلبتو هيدول يبينيحطو على البراد على شكل تباب واشيائق لشوية كتير مهضونين ونجبت هيدول كمان نفس الشي بتلزقو على البراد قلبانهم حلوي وصناعتهم جدا ممتازي ومبينين تقال مش خفيف هيدول عشان البراد تاني شي طلبت هاي الحلوي بتحطي الغراد بالبراد الكاتشاب مايونيز اي شي خردال زيت زيتون وبدلا ما تتعب تبرمي للشغلة بس بتعمليها هيك توصل الى الزيتون هون بتوصل الى الميونيز يعني بس برم عرفتو هي بالبراد بتكون سابتة صراحة نفس الشي عرشبتني والتواليتي تبعتها كتير حلوة وهون طلبت علبة للمكياج وقت السفر لح ترجيكم شو حلوة شو عملية لما نفتحها بتكون بهاي الطريقة بقدر انا اغير هيدول متل ما بدي الحيز اللي بدي ايه بحطو بعملو تمام بس بنزو بسركن هوني محل للفراشي بحطي الفراشي بها الطريقة بلجية وعندي هون صحاب كمام وقدر حد في غراب جولة تمام كتير عملية وحلوة وطريقتها تقيلة حلوة لواقت السفر نفس الشي هون طلبت شنات للمكياج طريقتهم حلوة بفيوت وقماشهم كتير مهضون نفس الشي هون شنطة بثلاثة للطبعة اول طبعة تانية طبعة تانية طبعة تانية طبعة تمام ممكن تقسمي انتين كل طبعة تحط فيها اللي بديك يعني كمان طلبت هاي الكبيرة للمكياج الكبير للغسول للفونديشن اشياء اللي بتوقف يعني وحجمة كبيرة كتير مهضونة وكيوت وجلدة كتير حلو نفس الشي هون طلبت هاي الشنطة للسفر كرافل كتير حلوة تفتحيها بتحطي فيها اللغراض ببديك إياها من دوا سنين نكاش سنين فرشاية معجون أدوية أي شي بس توصلي لهونيك وجرد انك تفتحيها وتعلقيها وكل اللغراضيك موجودة فيها بصراحة أنا بسافر كتير وتهاي جدا مفيدة بتساعدني بالسفر وجبت هاي اللي البرات كتير مهضومة بتعلقيها من هاي الطريقة من هون شوفوا بدرفت البرات بتغدي حيز إضافة بتحطي فيه غراض اللي بديك يعني هلا هون طلبت علاقة بشتان وكليدين طلبت أول علاقة بهاي طريقة بعلقها هيك بالخزانة بنجهتين بيكون عندي فيها واحد اثنين ثلاثة عربعة خمسة لستة ممكن حت ست بلطلين ست جاكتات اللي بدي إياعنا ممكن نعلوهم فيها وبتاخد حيز واحد تمام عندي إذا أنا بدي إياها حيز طولي ممكن استخدم هاي العلاقة ثلاثة لنا كذا علاقة مفيدة بدر ما تحطي ست بنطلين جنب بعض وإذا كتحيز كبير بالخزانة ممكن أنا حط البنطلين بالطول بحط بانطلون اثنين ثلاثة أربعة خمسة وبتخلها بيطف حيز طولي تمام؟ ثلاثة منهم حوالي أربعة تمام؟ ثلاثة هاي العلاقة للستيانات شوفوه تطوى تفتح تتعلق تحطي الستيان ايدان طولي الستيان من هون تجي الستيان هون وقد رحط عليها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست ست سبعة تمام ستيانات وبتتعلقها جدا عملية صراحة تتنسل شير ثلاثة هاي العلاقة كمان عجبتني طريقتها شطو هي مجرد علاقة بتدخليها بالغزانة تاخد حيز بسيط وبتعلق فيها اللي بديكي هون بالتبس شوفو كيف تفرشيكم كل دوبيرة فيها ملقط تكبس الملقط وبتعلق فيها اللي بديكي ستيان ايشين انت بتحبيه وبتعلقيها وبتعلقيها بالطول هاي تنزل هي بالطول هلأ طلبت هون لجحش القوي البيت كتير ملمس وحلو صراحة والسنجو كتير مهضوم ومرتب تحتي على جحش القوي عشان تكوت يعني تلسي للجحش القوي تمام؟ هون طلبت كيات السردية طلب واحد اثنين ثلاثة كتير حلوين ممكن ضب فيهم انا حريمات ضب فيهم اغراض ضب فيهم اي شيء طلبت قبل كمية كبيرة صراحة وكتير لقيتها مفيدة فطلبت زيادة منها صراحة جدا عمليين وحلوين وبتحمل اغراض من الغبر ومن الوسخ نفس الشي هون طلبت بيت لل فوق الفريزر فوق الغسالة بيتحتي بالطول وعلى جناب بفيقلو جايبتين شوف ري ممكن تحتي فيك لناكس وحتي فيه غراض اي شيء صراحة كمان عجبني اماشوا كتير حلو طلع كتير مرتب على الفريزر بعدين مصوركم كيف طلعوا تمام؟ هون طلبت هايضون جدا عمليين وحلوين ممكن تحتيهم بالخزائن ممكن تحتيهم بالخزائن بأي محل ممكن بالحمام ممكن غرفة الاطفال يحطوا لعبهم فيها كمان لقيتها كتير حلوة بطريقتها كتير مهضونة كمان عجبتني صراحة كتير حملية وحلوة طلبت هون شيء للبراد كمان عجبني عبارة عن مغناطيس بيلسق على البراد شوفوا كيف كتير مهضون شكله وممكن بنفس الطريقة بيصير لوح بتكتبعليه بالقلم اليوميات المهمة كتير شكله مهضون وملمسوا كتير مرتب وقوي وهو بحتيهم ديزاين حواليه على البراد كمان وعندك طبعا المساحة شما كتبتي بترجع بتمسحي تلات هون بيجيمة أنا عم بتبضي على المطبخ مطبخ عجبتني صراحة كيوت وملمسة كتير حلو ونفس الشي البانطالون وهون طلبت كمان العلاقة هاي شوفوا مهضموا شوفوا كيف شوفوا كيف شوفوا كيف شوفوا كيف أربع مكان وتحطي فيها الأقوية وتخضيها بالسفر وتحتوي على شريت اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة كل شريت في أربع أماكن وتسكريها وحملة كتير سهل ومضيف وظهير ومهضون والصورة طلبت كمان هاي دول هاي نكاشة سنان وتحط النكاش جوه بصير المزلي من هون برضو مرنطيس بتتعلق على البرد عشان ما تتضيع محل لك المرد ونفس الشي هاي دول للحلويات كتير مهضمين في كيوت عشان المكسرات للحلويات الصغيرة المترجم للغطاء هذا المترجم للغطاء لتضغط مجرد سكروب وضعوا مجرد سكروب وعطوا الليح مباشرة يجب عليها معصونية مهضونية مهضونية محلوة جميلة للطبط طلبت هون ما شابت حديد عشبتني لتسكير الأكيس اللي فيها أكل الشيفس البطاطا جدا عمليين وحلمين وهون طلبت هاي للمكياج أو العطورات أو أي شيء تستخدمي فراشي مشاب فيها الضرف كتير حلوه فلستيكة كتير سهل وحلو وناس الشي فيها مفوق أماكن حط أي شيء كمان حلو مرتبين آخر الشيء تقريبا خلصنا صح؟ آخر الشيء المغمطيس هون الصغار سوف شو حلوين ممكن تحطيهم انتي على البراد تحطي ورقة تحطي شيء فضعات وقوايا صراحة انتهجت من قوطهم هاي تشوفوا أحلي هون وتحطيها على الورقة وتمسك على البراد قوايا صراحة وعمليين تشوفوا هاي كانت طلبتي لليوم اتمنى تكون عجبتكم وعطيتكم أفكار حلوة يستفيدوا منها ويعطيكم العافية على المتابعة وما تنسوني منشار واللايك والسبسكرايب وقالنا معكم جبب تحطي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكراً لكم